المجموعة تميز ومشروع الإدارة والسكن أساس أننا قروب ساكنين في مكان واحد والعملية التي لدينا الإشكالية هي تنظيف السكن لأن هذه الإشكالية تتواجه بكثير وطبعاً إيش؟ أتسهارهم في عملية التنظيف هذه المشكلة لدينا وطبعاً الأشخاص الموجودين في السكن أبو عبيدة ويحيا وعبد المحسن وعثمار وعبد المجين خمساً فارق فإن عندنا الأسئلة الثناثل السؤال التي تواجه طبعاً الأسئلة اللي نجاة يومنا اللي هو إيش؟ لماذا؟ طبعاً إضافة السكن وعندك لماذا؟ وعندك لماذا حفاظ على بيئة نظيفة وضمان سلامة السكان ولمن؟ للمقيمين بالسكن؟ وعندك من؟ أفس المقيمين بالسكن؟ وأين موقع السكن نفسه؟ ومتى الفترات المسائية؟ والفترات اللي أنهم متواجدين فيها بالسكن وبما الدوات النظافة الموجودة وبكم طبعاً هذه اللي بيئة بدون تكلفة بالمجهود الذاتخ طبعاً وكيف بطريقة تنظيفة تطليدية محدودة وعندك هل عددك؟ الجيمي رحمة الله الجيمي رحمة الله الجيمي رحمة الله ويتم تطييم بالتنفيذ طبعاً وعندك ماذا لو؟ هناك أجزاءات للشخص الذي يقوم به تنفيذ العمل يعني عندنا زي هذا المقيمة سأبدئياً هذه البكرة التي عندنا السلام رائع شكرا شكرا لكم